لا كلام في أن الصفار من الثقات ومن العيون ومن الوجهاء ولا كلام أيضا بأن للصفار كتاب باسم بصائر الدرجات وأيضا لا كلام في أن للطوسي والصدوق وغيرهما طرق صحيحة إلى هذا الكتاب هذا مما لا كلام فيه النتيجة هي أن هؤلاء الأعلام يعني الطوسي الصدوق ونحو ذلك إذا نقلوا عن الصفار أو عن بصائر الدرجات فلا مشكلة عندنا إذا وجدنا في كتب هؤلاء الأعلام من نقل عن الصفار فلا مشكلة نعم توجد مشكلة طفيفة وصغيرة وهي أن الصدوق هل ينقلوا مباشرة عن الصفار أو لا هذه قضية التفتوا إليها لأنه في بعض الروايات الصدوق نقل عن الصفار مباشرة وهذا غير ممكن لماذا؟ لأنه واضح بأنه بينهما حدود فاصلة حدود مئة سنة لا يمكن أن نفترض هذا إلا مع وجود واسطة إذن مثل هذه الروايات تكون مرسلة سقط يوجد في السند لأنه في الأعم الأغلب الشيخ الصدوق لا ينقل عنه بالمباشرة وإنما ينقل عنه بواسطة هذه النكتة التفتوا إليها في محلها ولكنه إذا وجدتم رواية عن الصدوق عن الصفار مباشرة يقول حدثني هذا يوجد ماذا؟ يوجد سقط في السند هذا بحث في محلي وهذا هو علم الطبقات أعزائي الذي جد مهم والذي حاول السيد البرجردي رحمة الله تعالى عليه في مبانيه الرجالية أن يضع يده على ماذا؟ على هذه المسألة وهي معرفة الطبقات ومن خلال التمييز ومعرفة الطبقات يمكن معرفة أن السند متسلسل وصحيح أو أنه فيه إشكال هذا الذي يتذكر الأعزاء في البحوث السابق قلنا أن من أول من أسس له صاحب جامع الرواة الأردبيل علي الأحوال السؤال الرابع هذا أن أسئلة أجبنا عليها بالأمس ولا نريد الدخول فيها السؤال الرابع طبعا خلي نستفيد هذا المعنى على هذا الأساس فإذا وجدنا الرواية إلى هنا قبل السؤال الرابع والأخير فإذا وجدنا الرواية منقولة في كتب الشيخ أو النجاشي أو الصدوق عن الصفار فله طريق صحيح فإذا كان السند صحيحا في الرواية ماذا تكون صحيحا وإذا كان في السند ضعف فالرواية ماذا لا تقبل هذا على المبنى بعد من يرى أنه الشيخ الصدوق عندما قال آثار صحيحة مشهورة هذا كاف بعد لا ينظر في السند باعتبار أن الشيخ الصدوق شهد بصحة السند من لا يكتفي بهذه الشهادة ينظر في السند في الروايات التي نقلها من؟ نقلها الصدوق نقلها الطوسي نقلها النجاشي كما أشرنا إليه بالأمس يعني من له طريق صحيح إلى الصفار هس سواء كان إلى بصائر الدرجات أو غير بصائر الدرجات إذا ثبت أنه واصل إلى أيدي الجماعة إلى أيدي الأعلام الطوسي وغير الطوسي شكرا للمشاهدة